بس انا هحط نفسي مكان ادارة نادي امش يجي العيبي يتقلق عندك مثلا على سبيل المثال يعني وليس الحصة عشان فيك افة مثلا محمد حمدي ايوان متعلقة جدا ومطلوبة في الماركت دلوقتي فهيجي لهم مثلا عرض ما يترفتش والله عرض اوروبي عرض محلي ما يترفتش يعني اللي هو 30 مليون 40 مليون حسب بقى الدولار بقى بره او جوه وبتاع فهيجي لك والله كابتين تامر احنا مقدرين جدا انك حايز تكون فرقة محترمة جدا بس احنا مرضو نادي يعتبر نادي استثماري او عايزين نكسب فلوس زي ما بنصرف عايزين نكسب فهنستغنى عن دول فانت تلاقي نفسك في ورطة ان انا بحاول اكون فرقة في نفس الوقت النادي له وتطلعات ازاي بقى بتطلعكم تولتين بان لسه قلتلك في الاول ان انا بقولك في بيئة محترمة جدا وفي نادي محترم جدا احنا انت فقنا ان السنة لي مش هنبيها حد مش هينفع نحرك حد لان احنا محتاجين نقف شوي ان احنا بيعنا نجومنا السنة اللي فاتت اصرت علينا في بداية الدورة قدرنا الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى نلم نفسنا تاني ونعمل كوادر تانية مختلفة بس ده مش يحسر كل شوية ما مش هوا قدر يبيع كل سنة ايوه ما فيش تين في العالم بيقدر يبيع كل سنة فمحتاجين نقف بس ناخد نفسنا شوية عرض اوروبي لحمدي او نادر او اي حد اي ان كان جواتيه ما عندناش مشكلة فيه وشن نقف طريقه لكن عرض محلي طب احنا اولى نستنى شوية لغاتنا نقف على رجلينا شوية وبلغة الكورة كده نعظم شوية وبعد كده خلاص نبحرك نستنى اللي بعدها ما عندناش مشكلة نبقى نحضر بس اللي ورا الناس لكن انا النهاردة كل محد يتقال لقبيعه يبقى عندي مشاكل كبيرة جدا طب اننا السنة اللي فاتت ربنا استضارها وقدرنا نلم نفسنا وقدرنا نقف طب السنة الجاي انا مش ضامن ومش ضامن اللي اجيبه وبالاسعار اللي موجودة دلوقتي بقى الموضوع صعب علينا جدا كما معي كابتن محمد اسماعيل مدير الكورة في الشخصية المحطرة جدا وسألته نفس السؤال قال لي مش هنبيه حد بس راح طولنا راح طولنا نرد له حاجة وهولا لك برضو طولنا انا فاكر انت نفسك ولتدي السنة اللي فاتت انا مش هبيهها برضو حد بالنبوة وبعت حيان المغريات بتبع اكبر منك لا احنا خلينا نكون متفقين ان احنا السنة دي مختلفة شوية احنا قررنا خلاص قرر واخدناه مهما كانت المغريات احنا لا لكن احنا علينا طرجة بيع للسنة اللي بعدية ده نحققه ايوه ما عندناش مشكلة فيه ايوه ده ما عندناش مشكلة فيه احصي دي نقطة تانية كابتن تعمل وانت راجل مطلع جيد جد هو احيان يقول لك ايه انا مش هبيه حد في المطلق طبو انت هتكمل حياتك ازاي انت كنادي انت عايز تسرفه بتاع انت عايز تكمل فانت عامل بلان ايوه احنا السنة دي مش هنبيه حد ايوه السنة اللي بعدية اه عندنا طرجة بيع مسلا هحتي الرقم بالزبط خلاص ده هنوصله هنوصله ان شاء الله وممكن نعديه كمان ان شاء الله ايوه فدي ما عندناش مشكلة فيه بس باسمنا عادنا بس سنتين يبقى السنة اللي فاتت كلها والسنة دي بقعدت سنتين بنفس مجموعة اللاعب على الال 8-9 عناصر مهمين عايز تتحرك فيهم بعد كده على الال تتحضر البدايل صح وانت لو عندك اتنين تلاتة مطلوبين دلوقتي لو سبتهم موجودين مع فريق بتكون ممكن السنة الجاي بقى عندك ستة سبعة هيا دي النقطة اه وكمان سنهم صغير اعرف لو سنهم كبير كنت قتلك ممكن تتحرك فيه وإلحق بقى بي يعني مش طرف تبعي السنة الجاي لكن هما سنهم صغير فان مش مستعجل عليهم انا بالعكس النهاردة اللي هوه بعشر قروش بكرة ممكن يبقى بعشرين ممكن يبقى بثلاتين عظيم جدا